أهل السودان السودان وأهله نسهى مع أمان يوسف أهلا بك أمان السلام عليكم ورحمة الله لا سبيل للتغيير من دون حب حب الناس وحب الخير ذلك الإحساس الفطري الموجود في كل كائن حي إحساس الأم حين ترضع طفلها لأول مرة إحساس الأبي عندما يرى ابنه بالزي المدرسي في يومه الأول إحساس الجدة وهي تحتضن حفيدها إحساس العطاء من دون مقابل وذلك السرور الذي يدخل في أنفسنا حين نفعل هذه الأشياء كل هذه عبارة عن أجزاء فطرية موجودة في كل شخص منا والإنسان بطبعه وبخلقته ليس لديه حدود لمقدراته فبينما نحن عليه الآن وما يمكن أن نكون في المستقبل توجد كل الحلول لمشكلات العالم فإذا تمكن كل منا من إيجاد مقدراته واستوحى ذلك الإحساس الفطري الموجود في كل واحد منا لوصل إلى منبع الطاقة الهائلة التي تدفع بالجنس البشري للتطور منذ آلاف السنين ولوجدنا حلول مشاكلنا ولوجدنا السرور والفرحة في مساعدة بعضنا البعض هذا النبع وهذه الطاقات المتدفقة بطبيعة البشر هي التي أدت إلى اكتشافي أو اختراعي العجل الدواري والمحرك البخاري والبنسلين وبها حرر غاندي الهند كل ذلك جزء بسيط من مقدرات الجنس البشري فذلك العالم الجالس في مختبره لم يكن يفكر في إيجاد علاج للبكتيريا لكي يحصل على الدخل المادي من ورائه أبداً لقد كان يريد الخير والنفع للناس وذلك الرجل العظيم المهات مغاندي الذي استقى من هذه القوة وألهم العالم وأثبت لجميعنا أن الحب والسلام هو الأساس وهو الذي سيفوز ولو بعد حين لم يبدأ غاندي من شاشات التلفزة بل بدأ بخياطة ثوبه لوحده أيقن تماماً أنه ما لم يكن صادقاً مع نفسه لن يستطيع أن يقدم للآخرين فوصل إلى منبع الطاقات التي لا تنفذ وكان ذلك دافعه الوحيد حب الخير والمنفع للناس تتوالى الأمثلة في أن الحب الخير هو أقوى سلاح للتغيير فها هي دبي تقف شامخة شاهدة على صدق نوايا رجالها وتلك ألمانيا تهد جداراً فصل بين شرقها وغربها وها هي جنوب إفريقيا تضع عن كاهليها ثقل الفصل العنصري المقيت وتتوج ماندلا بطلاً لهذا الإيمان الراسخ بمبادئ الحرية والأخوة والمساوى حب الخير والمنفع يدفع الأمم للاتحاد وهو الأساس فرغم ما يحدث سيعود كل البشر لهذه الفطرة الإلهية الموجودة بداخلنا فلا ننسى دروس التاريخ فقبل الحرب العالمية الأولى والثانية غلبت على الفطرة البشرية مجموعة من العناصر الدخيلة عليها مثل الأنانية وحب التملك والسلطان والجاه والطمع والسعي وراء الأمجاد الشخصية لم ينتج عنها عن هذه الطاقة السلبية إلا الآلام والموت والدمار ليجد الناس أنفسهم أمام أعظم تجمع للخير والمنفعة في تاريخ البشرية وهي الأمم المتحدة وقبلها عصبة الأمم وتوالت الاتحادات كما تعرفون بعدها ما دمنا كأمة عربية مخلين بهذه الفطرة ستدوم آلامنا ومشاكلنا وما لم نرجع لهذه الفطرة لهذا الحب الأصيل الموجود بداخل كل واحد مننا لن نتمكن من إيجاد أي تغيير إيجابي قد نغير ولكن التغيير لن يكون إيجابيا كما ترون حب الخير والمنفعة للناس يدفع كل مننا لإتقان عمله بل الإبداع فيه فالطبيب المحب للخير سيسهر ليلا ونهارا على راحة مرضاه المهندس سيتقن بنيانه لإحداث الراحة للناس والرفاهية لبلده والمعلم سيسقي حبه وتفانيه لتلك العقول المتفتحة والعامل النظافة سيجد غبطة في إماطة الأذى عن الطريق والقانوني سيدافع عن حقوق الناس ليحق الحق ويحمي هذه الحقوق حب الخير والمنفعة للناس سيدفع بعقولنا لأن تؤمن ببقية مبادئ الفطرة الإنسانية كالأخوة والمساواة والعدالة فقد رأيتم كيف فرنسا نادت ولا زالت تنادي بالحرية والمساواة والأخوة لا أتحدث عن طريق الفطرة الإنسانية لا أتحدث عن طريق الفطرة وتبدأ الحدود المرسومة والألوان المختلفة واللهجات المتباينة في التمازج فيصبح لا فرق بين مغربي ولا جزائري ولا سوداني ومصري ولا مغربي وسوري ونحتفل بهذا كمصدر فخرنا وقوتنا وجمالنا لا على أنها مصدر تفاخر وتباه بيننا أخيرا أقول لكم فليشعل كل واحد منا ذلك المصباح الذي وضعه الله فينا ولنبصر آيات الجمال والحب والإخاء ومعاني التضحية والنضال تتجلى في كل حين من معشر النمل وخلية النحل لتاريخنا البشري والعربي الحافل نحن إخوتي وأخواتي أحفاد الخوارزمي وابن سينا والبيروني فلننهض جميعا بالتعليم والطب والقانون والفنون والهندسة والسياسة كل منا في مجاله فلا مشكلة أهم من أختها ولا هم سينزاح عنا ونحن نيام ولا تغيير إلا بالحب وشكرا اشتركوا في القناة